اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي شارعا حيويا يربط بين مدينتين رامالا ونابلس في الضفة الغربية بدعوة تأمين ماراثن للمستوطنين الاسرائيليين ومنعت المركبات الفلسطينية من عبور الشارع في كلا الاتجاهين ووصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان داغلس اغلاق الشارع وعرقلة حرية التنقل المواطنين الفلسطينيين بالعدوان والانتهاك على الاراضي الفلسطينية بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار اغلاق الشارع واعتبرته عدوانا جديدا على المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم ومخالفة صريحة للقانون الدولي